اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج نتقدموه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندل ملة اللي اليوم رجعت لنا الستوديو صبحكم الله بالخير ومبروك عليكم اليوم يوم الخميس الوينيس آخر يوم في الأسبوع إن شاء الله تكون كلنا هماتنا عالي وكان أسبوع جميل علينا ونطلع للويكند بنفسية مريحة وإيجابية عشان نستفيد من الويكند أرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على كاونت هيئة الصحة في دبي DHA underscore Dubai وكاونت نور دبي على الانستغرام طيب دكتورة يعني اليوم حلقتنا إن شاء الله إن شاء الله يعني إذا وصل ضيفنا بتكون عن التأمين خلاص عارفه وضيف مرة بقيت التأمين إذا وصل ضيفنا إذا وصل خلينا نذكر بس بالتأمين الصحي دكتورة هذا آخر يوم نذكر فيه محمود صح؟ نيوم دبلي ودبلي ودبلي آخر يوم في الإذاعة آخر يوم هاي في الإذاعة بنذكر برمط تأمين الصحي لتعريخ واحد إبريل هو يوم السبت أول يوم تطبيق الغرامات شو الرابط؟ www.isahd.ae اليوم أسمع الصبح في ناس بعدها تسأل تقول متى أخري من الغرامات يوم السبت يا جماعة طيب أقول لك دكتورة أنت كنت تتكلمين عن نظارات سناف شات معلتي شو رأيت فيهم؟ أي والله محمود أني نظارات سناف شات والله حلوة ما توقع تصويرها شي واضح مريح؟ نحن نخلي النظارة هاي في نظارات مبتكرة تسمح برؤية عدد أكبر من الألوان علماء من الولايات المتحدة قاموا بتصميم نظارات خاصة تسمح للعين البشري بأن ترى عدد أكبر بكثير من الألوان بحسب الموقع الإلكتروني لمكتبة جامعة كورنيل هذا وتقوم ثلاثة أنواع من المستقبلات الضوئية بوظيفة الرؤية الملونة عند البشر والتي تستطيع تمييز الموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة من الطيف الضوئي وتشكيل صورة عن طريق مسج الألوان الأساسية الأزرق والأخضر والأحمر هاي شو الألوان الأساسية إذا خلطنا الأزرق والأحمر بنفسجي متأكدة؟ هي لا بنفسجي أخضر وأحمر بني أظن بني كلها غلط عموما أبتكر باحثو من جامعة ويسكونسين نظارات مزودة بفلات الخاصة يمكن من خلالها تمييز عدد أكبر من الألوان ووفقا للعلماء فإن اختراعهم هذا يسمى أو يسمح بزيادة جزء من الطيف المرئي للعين البشرية ويمكن استخدام هذه النظارات في الجيش للكشف عن الأعداء في حالة التمييه أو في التجارة للكشف عن الفواتير المزيفة ويذكر أن طبال العيون في بريطانيا شخصه العام 2016 حالة امرأة قادرة على إدراك الألوان أكثر بمليون مرة من الشخص العادي هذه خطيرة يعني هذه سوبر اتش دي تكون عندها تتخيني لون نحن نشوفها الآن تشوفها أوضح أعتقد أن محمود يكون مزعج ليش مزعج؟ تعافي يعني مزعج حق الحريم يعني بيطلع الفضائح اللي حاطين من الألوان لا تخيل مثلا هي هالقطعة الحمرة الجدامة نحن نشوفها حمرة هي تشوف كل تغيير في اللون يعني تشوف نقطة البيضة ونقطة السوداء أعتقد أنه مزعج أتوقع ما أدري والله المهم هالنظارة يا جماعة أتوقع يعني أنها تكون فادتها أكثر مثل ما قالوا للكشف عن الأعداء في حالة التمييه وفواتي مزيفة ما أعتقد بيكون لها استخدام كبير في حياتنا اليومية لأن ليش أنا أحتاج أشوف أكثر ما أشوف الحين الألوان بس ما ذكروا هل ممكن يستفيد منها اللي عندها معامة ألوان أو لا إذا يستفيد منها اللي عندها معامة ألوان بيكون وايد ممتاز طيب بتصضيفون حد اليوم إن شاء الله إذا وصل إن شاء الله طراش لو واتسوب إن شاء الله يرد علي أسعد الله صباحكم كامل غرامات عن كل يوم تأخير 500 500 لا مو كل يوم شهر للشخص للشخص الواحد أزين يعني وهذه قيمة التأمين تقريبا التأمين من 550 إلى 620 أو 30 فيعني نفس قيمة التأمين فليش يتغرمون شو هالبرنامج أي برنامج هذا صحة وسعادة هاي وشاء يردون علي قالوا برنامج روعة ومفيد شكرا شكرا أزين كيف الحال أخوي محمود واختي دكتور رندة هلين الحمد لله صباحكم الله بالخير يا هلا هاواريو فاين قول لي عربك هذا موب جود مورني جود مورني جود مورني جود مورني شحالكم الحمد لله يسعى صباحكم بكل خير وإن شاء الله تكونون هذا منورين دائما شكرا إذن أرقام التواصل معنا عزيز المستمعين 600 55 14 14 أو عن طريق الرسال نصي على 400 6 ولي عرف لأنها مكالمة إن شاء الله ناخذ مكالمة ناخذ ألو سلام عليكم السلام هلا أخوي صباح إن شاء الله بخير صباحك الله بالنور والسرور تفضل ما يعافيكم صباحة والعرف الله يعافيك آآ سوري عالمزان خلا بس حبيت عرف اللعن مجكم هل يصبح وزارة صباحة وزي بس موبة ثاني والله إن شاء الله نساعد قل لي ترامل تساعدوني إن شاء الله أنا طبعا نساعد يروي عندي عجل صحي واتقار شو نجتم معي أحيان نفس معي وزارة صحة تقال اللجنة مه نحن اللجنة تبي هل هم أطلع أصحاب اللجنة هل هم يناجدون المستشفيات بكل إمارة ولا من كيف هم هنا في المستشفر اللجنة من وين وزارة الصحة من وزارة صحة تبي هل هم يراجعون المستشفى يطلبون مننا التقارير هل هم خاطرون المستشفيات ولا من كيف يشخطون بالقلم هذا لايق هذا غير لايق هذا هو سؤالك صح سؤالي هذا والأهم في سؤالي إذا أنت تكتب لي غير لايق راجع المستشفى اللي أنا في الإمارة عشان تتعرف إن أنا لايق ولا غير لايق ما تحدد إذا أنا مش لايق وفر لي أنت وفر لي عمل يعني أنصر تقدم عمل كل مكان يقولك مريض 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 مرض من الله ما بدور منهم شي يعني يبدي رحمة الله إنزيل أخوي هل جهل جان يحدد بدون ما يخاطب نستشفيات طيب أنا بحول موضوعك على سعادة ناصر لبدور بكلمه إن شاء الله حتى أثناء الفاصل بكلمه وبحاول أعطيه رقام كذلك بيتواصل معك ما يقصر سعادة ناصر بس أنا عير ستة يعني أنا تشارت في الشارع وأنا طايح مريض أتشارت في الشارع عيالي وين ما دمون نحن في الإمارات نحن في الإمارات بلد الخير ما في حد تقولي في الإمارات بس ممكن من يحطون لحد يقف على الكرسي بعد الحياة ننحن ننسي نصرك ننهد لا مضمن عادتنا هذه أنا يوم خير صح أخدمت الجيش والشرط وكم أخدمت مثلا ما يقول إذا أعطاء حليب الكثرة كثرة ستاعتينة لا إذا أنت بتخاطر مستشفى ومستشفى قالك لا هناك تعال قولي أنا طول السنة مستشفى عافي شلوني في الشارع أنت حين شوف أنا بقول لك شغلة أنت قاعد تقول لي هذا الكلام كله أنا بصدق لنك ما بني ما بصدق لنك لكن هناك وجهة نظر طبية إزاي خلنا نشوف شو شو وجهة النظر الأخرى في هذا الموضوع أرادتش قايل فخلنا بأخذ رقمك أنزين وبحوله على ناصر بدوره وبخبره عن الموضوع وبأخذ له مقطع الصوتي اللي أنت تكلمت فيه هذا كذلك بحوله عليه أنزين وإن شاء الله ما بيقصرون يعني عادة مش من مصلحة أي حد أنه ما يوفر لك العلاج أو ما يوفر لك الشيء اللي أنت تحتاجه عمونا نحن دخلنا على وقت الفاصل بزيادة ما عرفت اسمك ما عرفت اسمك إبراهيم شكرا لك إبراهيم خالص عيسى أعطني رقم إبراهيم الله يخليك ومن حوله فاصل مستمعين بعد الفاصل ما تواصل أسعد الله وقاتكم مرة أخرى من سمعين الكرام حيكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طيب تنتهي يوم السبت يوم الجمعة أي يوم الجمعة صح يوم الجمعة غدا 31 مارس الجاري تنتهي المهلة المقررة للمتأخرين عن الانضمام لمضالة التأمين الصحي في دبي واعتبار من يوم السبت سيبدأ سريان العمل بالمخالفات المعتمدة على المتأخرين أنزين دكتور لا تزين راسج قالت من يوم مر لا تزين راسج زين حموما خلال الأيام القليلة الماضية يعني طلعت العديد من السفسارات التي تصاحبها توقعات بتمديد المهلة ويعني أقاويل أن تشير لأن منح باقات التأمين الصحي صارت مجانية لبعض الفئات يعني إشاعات وإشاعات وإشاعات ما خلصنا منها عشان جده اليوم معانا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التأمين الصحي في هيئة الصحة في دبي صبحك الله بالخير الله بالنور والسرور يا مرحبا سمحني ما شفت الواتساب هي هي لا لا هاد دكتور حيدر شو رأيك في الأقاوي طبعا كل ما يطبق من نظام جديد تطلع كثير من الإشاعات لا بس محمود اتعود الحين لأنه عند كل ديدلاين نفس الإشاعات نفس الإشاعات تطلع أذكر يوم كان ديدلاين أول شي في منتصى في نهاية شهر 6 2016 وبعدين تم تمديد لمدة 6 شهور ففي ناس هنا في آخر آخر كم يوم من شهر 6 وقال هو أول مرة ما سمعنا وما نعرف مش عارف شو ومددوا تم التمديد يو نفس الناس في آخر 12 قالوا ما سمعنا ما ندري يعني مرة واحدة ما سمعنا يعني فتعودنا عليهم الحين فإحنا لأنحي من هالمنبر نضحد كل الإشاعات فشو تقول لهم شو تسوي نضحد نضحد يعني ننفي اسبل لها ننفي طيب دكتور في عنا واحد أسنة مناخذة بالنسبة للجمهور لكن قبل ذلك خلنا ناخذ يعني أهم الأشياء التي تبغي تقولها مع انتهاء المهلة طبعا مثل ما تعرف أخوي محمود الواحد أربعة هو بدء احتساب الغرامات بالنسبة للأشخاص المتخلفين عن التزام بقانون ضمان الصحي في إمارة إدبي طبعا الحمد لله الغالبية العظمى من المقيمين في الإمارة تم تغطيتهم بالضمان الصحي وردي عند أكثر من 4.3 مليون شخص تم تغطيتهم بالتأمين الصحي في نسبة بسيطة جدا من المقيمين ما تم تغطيتهم بعده التحاق بالضمان الصحي الضمان الصحي حماية للكفير حماية لصاحب العمل حماية للعامل والموظف حماية لأفراد الأسرة هو حماية للجميع والحمد لله تم إيجاد آلية سهلة وبسيطة باقات جدا منافسة أسعارها رمزية توفر لأفراد المجتمع جميعهم التغطية الصحية الكافية اللي تغطيهم بشكل كافي يضمن لهم أنهم ما يحتاجون لا سمح الله في المستقبل يأخذون المبالغ المالية من مأكلهم من مسكنهم من احتياجاتهم الأساسية من مدخراتهم ويصرفونها على الصحة وهذه حالات كنا نشوفها بشكل يومي والحمد لله بشكل كبير تم القضاء على الموضوع هذا بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد المجتمع طبعا عندنا 50 شركة تأمين مرخصة في إمارة دبي منها 12 شركة تختص بفئة ذوي الدخل المحدود اللي روادت به متقل عن 4000 درهم جميع الشركات عندها من خلال تقدر تختار الباقات الأساسية وممكن أنك تشترك فيها وانت يالس مكانك في بيتكم بالأونلاين أسعار الباقات موجودة بياناتك الباقة شو العيادات اللي تغطيك شو الأمور الصحية المغطة كذلك اللينك للأونلاين بورتل بحيث أنك تقدر تشترك في الباقات فالعملية سلسة ومسهلة وميسرة ودور هيئة الصحة في دبي أنها تحمي الأفراد أي شخص عند أي مشكلة مع التأمين الصحي كذلك اليوم الهيئة موجودة لحماية الأفراد ولتأكد من حصولهم على حقوقهم الموجودة في بوليس التأمين والمتوافقة مع قانون الضمان الصحي لإمارة دبي ممتاز دكتور حيدر بالنسبة لوحدة من الإشاعات التي قالها عنها محمود التي طلعت بخصوص تقديم باقات صحية تأمينية مجانية نعم صدرت الإشاعة هاي من كم يوم وفجأة حصلنا طوابير من الناس في أحد مكاتبنا بخصوص أنها تمت إشاعة بخصوص باقات مجانية لمجموعة من الفئات طبعا الإشاعة هاي مش صحيحة للأسف في بعض شركات التأمين عندها ميزانية صغيرة بالنسبة للحالات اللي هي الحالات الإنسانية هذه طبعا تخضع لدراسة شركة التأمين أمور المتعلقة بأنها فعلا حالة إنسانية وحالات نادرة وصغيرة لكن للأسف يمكن بعض الناس أساءوا استخدام الميزة هاي وقالوا أنه في تأمين مجاني لفئة معينة من الفئات أو الجنسية من الجنسيات وهذا طبعا ما كان صحيح ممتاز دكتور الله يخليك لدق على المايك إن شاء الله طالع مرك حاضر صارخ علينا والله الحاضر زي رد على المكالمات التي تيك في سؤال من الانستجرام ولا ما فيه في فيه أسألة سلام عليكم هل المستشفيات الحكومية يقبلونها التأمين المستشفيات الحكومية تغطي الباقة الأساسية في حالة الطوارئ لكن عادة في الحالات اللي هي الإلكتب أو غير الطارئة ما تكون عادة مغطرة في المستشفيات الحكومية لكن ممكن تطلب من شركة التأمين باقة تغطيك حتى للعلاج غير الطارئ في المستشفيات الحكومية وشركات التأمين عندها الباقة بس سعرها بيكون أعلى شوية طيب دكتور يعني عن تقديم الباقات التأمينية هذه خلنا نتكلم على أهمية التأمين الصحي لصاحب العمل والمستهدفين بشكل عام آخر دراسة كانت عندنا في شهر 12 الماضي كنا نشوف عدد الحالات اللي يتكفل فيها الكفيل أو صاحب العمل مبالغ تزيد عن 20 ألف درهم لعلاج أفراد من أسرته أو مكفولين له هم مغطاهم بالتأمين الصحي ففي شهر 12 الماضي مرت علينا أكثر من 400 حالة يعني أكثر من 10 حالات يوميا في فترة شهر يحتاج فيها الشخص للعلاج الكفيل يضطر أنه يدفع مبالغ كبيرة جدا نتيجة عدم تغطيته لمكفولي أو الأشخاص اللي هو مسؤول عنهم بالضمان الصحي ويتكلف بعض الأفراد هاي المبالغ كبيرة والقانون كان واضح حتى قبل القانون وضمان الصحي في مسؤولية الكفيل عن توفير العلاج وبالتالي فجأة الشخص يحتاج أن يدفع 50-60-70 ألف درهم والشخص موجود في المستشفى والحالة طارئة يعني ما تقدر تشيله من المستشفى حتى لو تقوله أنا بسفره بودي بلات مترهو موجود في حالة طارئة في المقابل تحملت شركات التأمين أكثر من 1200 حالة حالات طارئة تم تأمينها حديثا وكانت فواتيرها أكثر من 20 ألف درهم فكان واضح الفرق ما بين الشخص المغطى والمؤمن اللي حمى نفسه وحمى أفراد أسرته وحمى كذلك الموظفين لديه بمبلغ بسيط في مقابل الأشخاص اللي تخلفوا عن الالتزام بالضمان الصحي ممتاز هل يقبل بمستشفى راشد تحويل وممستشفى خاص للفحص الحيوي أو تردد الدم لا لا يقبل لازم نتمر على الطبيب الأسرة نشوفك ونطلبك تحويله من عندنا بس مباشرة على حسب علمي ما يقبل نزيل الدكتور حيدان نرد لموضوع التأمين بخصوص المخالفات هل بالفعل تم ربطها بتجديد الإقامة أو استخراج إقامة جديدة هو الربط بالإقامة تم سابقا من قبل حتى البدء بالمخالفات بدأنا في 2015 في منتصف 2015 ربط الإقامة بالنسبة مع التأمين الصحي بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة ومن ثم في نهاية العام 2016 بدأ الربط بالنسبة لجميع الإقامات بحيث أن أي شخص اليوم يجدد إقامته أو يحصل على إقامة جديدة يجب أنه يكون حاصل كذلك على التأمين الصحي وحتى لو تروحين إلى مكاتب الطباعة أو آلية تقديم الإقامة أو تجديد الإقامة من ضمن البيانات يطلب شهادة التأمين الصحي وفي ربط إلكتروني أصلا مع النظام الإلكتروني للضمان الصحي أما عملية الغرامات هي اللي بتبدأ من 1-4 لكن الربط قائم سابقا صحيح طيب دكتور نحن متواصل معاك نذكر بأرقام التواصل 6-00-5-5-1-4-1-4 ومتواجدين معاكم على الإنستجرام لايف اللي هو DHA underscore دبي وأيضا نور دبي فصل ورد مرة ثانية هي شو؟ هي فصل ورد شوي صحيح نزيل و 4-00-6 نأخذ المكالمة الحين والعقب الفاصل الحين إن شاء الله ألو تأمين قصدك؟ ها التأمين محمد أنت مواطن ولا مقيم؟ لا لا مواطن يا أبو يا أبو مواطن التأمين عندك؟ مفروض أن التأمين موجود عندك والتعالج بلاش؟ مقيمين دبي وخوي؟ حق الخدامة يا أبو آآ أنت تجرح لكك؟ يا أبي قلب وهذا تزيغتني يا أبو محمد الله يتمنى عليك يا أبو يا أبو عملية قلب وتميت في المسجل إن شاء فترة ما بفرصة أحد يروح آآ أونلاين أونلاين حتى من خلال مكاتب الطباعة كلها مجرد الطرش العامل لمكتب الطباعة مكتب الطباعة نفسه يدخل على الأونلاين وسوي لك أيام من خلال مكتب الطباعة نفس المكاتب اللي يتجدد الإقامات مال الخدم أو هذا نفسهم عندهم أورادي الأكسس على أونلاين لشركات التأمين يعني اليوم يروح يسوي الموضوع يطرش بس يطرش حد بالهوية العامل هويته وصورة الجواز للعامل اللي فيه صفحة الإقامة على مكتب الطباعة وهم يسوي اللي هنا كم شي موجود كم شي موجود وعند وحدة الله طويلة بأمركات 8-6-000 يمرأة حتى تحكي طباعة عند التسهيل قالوا لا ما يستوي لا لا هاي فيه باقاتها شوي أعلى بعد يسوونها ممكن حتى تتواصل بالتلفون مع أي شركة التأمين ويرتبون لك كيف تسوي أونلاين يعني الوايد مسهلة الأمور إن شاء الله الأمور سهلة الأمور سهلة ما عليكم محمد إياك الله إياك الله إياك الله إياك الله أنا خفت عليه والله نعم نوضح يمكن النقطة هاي بعد مرة أخوة محمود طبعا ألا بعد الفاصل دكتور لأن عيسى بيعصب علينا يلا فاصل وبعد الفاصل ما نوضح النقطة اللي يبغي يوضحها الدكتور شو رايكم خاضرين فاصل وراجعين صحة وسعادة سيد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة اليوم مطبعا حلقة خاصة عن التأمين الصحي قد تكون يعني الحلقة الأخيرة قبل الغرامات مسلسل يلا الله مسلسل أنت ما تعرفينش كثير عانين في حال ما وضع نزيل دكتور كانت في نقطة تبغي توضحها قبل الفاصل طبعا ودكتور مدى قاطعت هنا لا 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 من خلال سؤال الأخ في المكانمة السابقة طبعا التأمين الصحي الزامي بالنسبة للأشخاص حاملية إقامات الصادرة من إمارة دبي بالنسبة للمواطنين طبعا أورادي توفر الحكومة برامج التأمين الصحي المختلفة وحتى لوحد ما سجل في أي وحد من البرامج هاي ما علي التزام أن يأخذ تأمين صحي التأمين بالنسبة للإقامات الصادرة من إمارة دبي مسؤولية الحصول على التأمين الصحي للمكفولين أو الموظفين أو أفراد الأسرة تقع على أولا صاحب العمل هو المسؤول الأول بالنسبة لللي ما عنده صاحب العمل تقع على الكفيل بالنسبة كذلك لحملة المراسيم جزر القمر أبناء المواطنات هاي الفات مش مطلوب منها أن يكون عندها تأمين صحي لأنه يتم علاجها في المستشفيات الحكومية وبالتالي الإقامات الصادرة من إمارة دبي هي التي يجب على أصحابها الحصول على التأمين الصحي ومسؤوليتها لدى الكفيل أو صاحب العمل طيب دكتور متى يتم تسجيل للتأمين هل بعد إصدار التأشيرة أو بعد تثبيت الإقامة نعم التسجيل للتأمين ممكن يبدأ حتى قبل دخول الشخص للدولة أو مجرد ما يدخل للدولة وهذا أفضل وقت إحنا ننصح به طبعا في عندك فترة 30 يوم إلى تثبيت الإقامة وطبع الإقامة في الجواز الفترة 30 يوم هاي لا يتزال مسؤولية الشخص على كفيله أو على صاحب عمله ومن شذا إحنا ننصح دائما أنه ياخذ للتأمين مجرد وصوله إلى الدولة لكن قانونا لتلافي الغرامة يجب عليه أن يوفر للتأمين قبل تثبيت الإقامة في جواز السفر في سؤال مهم دكتور حيدر وصلنا عن طريق الرسالة النصية يقول السلام عليكم بغيت أعرف إذا زوجتي غير مواطنة وأعالجها على الحساب الخاص هل مجبر بعمل تأمين لها؟ إذا عندها إقامة صادرة من إمارة دبي في حالتين إذا هي مسجلة في خلاص تلقيد يمكن الحصول على التأمين الصحي التابع للحكومة مثل اللي هو برنامج سعاد إذا لم تكن مسجلة في خلاص تلقيد يجب أن يكون عندها تأمين صحي مختصار إذا منزوجينها بالسر نزيل عليها تأمين إذا لم تكن مسجلة في خلاص تلقيد لا حلقة تلاب الله هذا المسج بامن يقرأه إقامة الشارجة عندي السكر ونفسي أتابع حالتي تعتفضلي إقامة الشارجة وتقول عندي السكر وأبا أتابع حالتي ساعاتي وصل السكر فوق 400 بس أخاف أروح الطوارئ ويحجزوني لو موني بدون تأمين سوى تأمين ما عليك غرامة إقامة الشارج ولكن أمني التأمين في حماية الجميع في كثير من المواطنين أو المقيمين أو أصحاب العمل من الإمارة الأخرى كذلك يعني حابين يستفيدوهم من التأمين الصحي وفي بعض شركات التأمين المذكورة توفر لهم كذلك هاي الباقات صحيح فترة تثبيت الإقامة في الجواز 60 يوم هي واقعيا 30 يوم مع 30 يوم فترة سماح يعني هو اللي تنظر للقانون 30 يوم لأن احنا يعني شغالين مع الأخوان في الإقامة وشؤون أجانب بالنسبة للإجراءات بشكل كامل يعني فهم هي أصلا 30 يوم وفي 30 يوم تمديد أو سماح صح أخي إقامة شريك مش موظف لازم يسوي التأمين وعندي عامل بدون تأمين المفروض بيكنسل آخر شهر أربعة كمان بيدخل غرامات وإذا صار نقل إقامة كمان يصير غرامة بالتأكيد أي إجراء يتعلق بالإقامة سواء إلغاء أو نقل أو غيره طبعا ممكن يخضع للغرامة لما يكنسلها يقدر يسترجع باجي المبلغ من شركة التأمين وكذلك تحسب فترة الإلغاء يعني اليوم مثلا أنت بتيت تكنسل في آخر أربعة شركة التأمين تحسب لك آخر أربعة بالإضافة إلى 30 يوم الإضافية لمغادرة العامل للدولة اللي هو حسب قانون الهجرة وبالتالي حتى 30 يوم هاي يكون العامل محمي من خلالها وتحسب ضمن الإلغاء تأمينكم يشمل أطباء الأسنان؟ الباقة الأساسية لا تشمل علاج الأسنان غير الطارق لكن طبعا ممكن الشخص يطلب باقة فيها مزايا إضافية تغطي لعلاج الأسنان أي شيء تبقى تغطي من خلال التأمين تقدر تغطي الباقة الأساسية اللي هي الحد الزامي الأدنى حسب القانون لا تغطي اللي هو علاج الأسنان غير الطارق دكتور وسطنا من رسالة تقول هل فعلا تم ربط البطاقة الصحية بالهوية؟ لأنني سرت التأمين الصحي أبغي أستلم بطاقة الصحية وقالوا لي خلاص ما في بطاقة الآن لمروض من الهوية طبعا الغالبية العظمى من شركات التأمين اليوم تعمل اكتيفيشن أو تفعل بطاقة الهوية كبطاقة تأمين وبالتالي مع بطاقة الهوية فقط بدون الحاجة إلى بطاقة تأمين منفصلة ممكن الأفراد أنهم يستفيدون من التأمين الصحي إذا الشخص كان راغب أن يحصل على بطاقة ممكن يطلب من شركة التأمين أن يتوفر البطاقة لكن في الوقت الحالي الغالبية العظمى ممكن حوالي 70% اليوم من المقيمين في دبي تأمينهم على الهوية وما يحتاجون للبطاقة أنت عندك بطاقة تأمين؟ أنا عندك على العناية على الهوية سعالجين مثلنا يعني أكيد معك عشان دكتورة محتاجة على الهوية طيب انذكب أرخام التواصل معنا دكتورة للاتصال على 60-05-5-1-4-1-4 وللرسال نصية على 4-0-0-6 دكتور حيدة بخصوص أن السؤال هذا اللي يقول مربوطة بالهوية ففي ناس كانوا يشكون أن شركات تأمين تلزموا ويدفعون رسوم توصيل البطاقات إذا هو يتفعل هوية إذا هو يأخذها من مقر الشركة ممكن أنه يأخذها من مقر الشركة بدون رسوم توصيل إذا هو يطلب منهم خدمة التوصيل عن طريق شركات التوصيل فممكن أنهم يترجون رسوم التوصيل لأنها رسوم شركة التوصيل لكن إذا الشخص يستلم البطاقة من مقر الشركة ممكن يستلمها بدون رسوم دكتور ويد هذا السؤال يتكرر من بداية الحلقة كم الغرامة في الشهر في حالة التأخذ نعم الغرامة هي 500 درهم لكل حالة لكل شهر وحيث أن جزء من الشهر يعتبر شهرا يعني من واحد أربعة وردي يبدأ احتساب الغرامة طبعا وايد يرد السؤال طيب كيفية دفع الغرامة وآلية احتساب الغرامة هي لما يروح الشخص مثلا فلنفرض أن واحد إقامته تنتهي في شهر سبعة زي أنه ما أمن ما التزم بالقانون فيوم بيروح يجدد الإقامة أو يكنس الإقامة في شهر سبعة بيلاقي أنه محتسب عليه غرامة ثلاثة شهور تأخير مثلا وبالتالي يعني مش الحين فجأة تطلع له لكن مع إجراءات الإقامة بيكون موجودة وفي آلية ربط مع الإقامة وشؤون الأجانب في بوابة إلكترونية من خلالها ممكن يذهب إلى دفع المبلغ ومن ثم يقدر يخلص إجراءات الإقامة ممتاز عندنا مكالمة ألو صباح الخير ألو هلو أخوي تفضل أعطيكم العافية عافيك يسلمك عطنا أسرع سؤال يلا بس أنا عندي سؤال سريع الحين الأستاذ بيقول أنه الإقامة مربوطة التأمين مربوط بالإقامة صحيح أنه في واحد يأمن قبل ما تطلع الإقامة أو الهوية مم أوكي بس هذا الشيء مش عم بصير مع شركات تأمين لأنه إحنا لما أمننا شركة تأمين رفضت أنه تصدر البطاقة إلا حتى تطلع الإقامة والهوية طيب الحالة إذا تأخرت الإقامة والهوية فرح حصل في غرامات سؤال حلو بنرد على سؤالك طبعا خوي هو ما في ربط مجموعة من الأمور يعني اليوم مجرد دخول الشخص للدولة يصدر لشيء يسمى اليو دي بي اللي هو الرقم الموحد الرقم الموحد موجود في الفيزا في الورقة الوردية هاي وموجود كذلك في جميع الأوراق الرسمية مجرد دخول الشخص للدولة في حالة الأشخاص اللي بعدها ما صدرت لهم بطاقة هوية ممكن استخدام اليو دي بي وهذا الرقم كافي للتغطية حتى مثلا بالنسبة للشركات اللي إذا رخصتها منتهية أو عندها مشكلة معينة حصولهم على التأمين الصحي غير متوقف على أي من الأمور هاي لأن الهدف هو حماية الناس عن طريق توفير التأمين لهم إذا كان في مشكلة معينة مع شركة التأمين معينة يمكن ما لتزمت بالموضوع هذا يرجى التواصل معانا عن طريق النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بضمان الصحي اللي هو آي بروميس وعلى طول يتم التعامل معاها لكن أصلا كل الإقامات اليديدة وردي ما يكون عنده هوية لأن الهوية تقدم عليها وتطلع عقب 10 أو 15 يوم لكن يبدأ التأمين مباشرة فقط من خلال الرقم الموحد ورقم الجواز طيب دكتور اللي ساير يأمن اليوم بتخالفوني إذا ما طلعت الثلاث؟ هو تفعيل التأمين ياخذ ما بين ثلاث إلى خمسة أيام عمل لكن إذا أمن قبل واحد أربعة إحنا حاطين آلية لأنه ما يتخالف بعدكم تساهلين معهم لين آخر دقيقة الدكتورة الهدف مش أن نخالف الناس الهدف أن نحن الناس تتأمن وأنها تكون محمية نأخذ مكالمة ألو طيب واضح سؤال ثاني طبعا التأمين مطلوب للإقامات السارية في إمارة الدبي يعني إذا هم حسب قانون الإقامة بعد ستة شهور تتكنسل الإقامة إذن أصبح الزوجة ليست لديها إقامة سارية المفعول وبالتالي ما تحتاج إلى التأمين لكن إذا كانت الإقامة سارية المفعول يجب الحصول على التأمين الصحي بغض النظر عن مكان وجود الشخص يعني عجبني اليوم المصطلحات بغض النظر أضحض أتمنى التأمين الصحي اختياري مبأجباري خاصة المقيمين اللي عليه يجار بيت ورسوم ودراسة وسبحان الله أيام قبل الحياة بسيطة وكل شيء مجانا وتسهيل والله المستعان والله الصحة سراء لحظة 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 هذا أنا أريد الدكتوري يجاوب عليه تدرين ليش؟ لأن المنظومة نفسها موجهة لهؤلاء بالضبط ما شاء الله عليك يا محمود هو فعلا التأمين الصحي لحماية هاي الفئة بالذات اللي عليه التزامات كثيرة لأنه اليوم لا سمح الله في حالة الحاجة إلى أي علاج صحي العائلة هاي والأسرة هاي تذكلف مبالغ كبيرة بالدمر الأسرة يعني فجأة اليوم العائلة اللي عليه التزامات إيجار وأقصات مدارس وغيره وغيره إذا فجأة محتاج يدفع عشرين ثلاثين أربعين خمسين ألف لعملية الطفل شو بيسمي في الطفل هذا ترى لازم يتعالج الحالة طارئة وبالتالي التأمين بمبلغ زهيد بسيط جدا يحمي هاي الأسرة من الدمار ومن العواز ومن لا سمح الله تنحط على نفسها قروض أو تستلف أو غيره لحماية أبناء دكتور حيدر حتى المبلغ البسيط حتى ممكن يوصل عشرين ألف حتى الخمس تنف أو الألفين لشراء أدوية لو سمح تطلع فيه سكر أو ضح هاي تدمر العوائل الصغيرة نعم الاتزامات هاي بسيطة اليوم احنا الحمد لله بفضل الإمارة الدبي كثير من الدول سواء في المنطقة أو خارج المنطقة يتواصلون معا عن كيفية بناء أنظمة تأمين صحي مستدامة ماليا ما تعمل ضغط على الحكومات ما تعمل ضغط على الأفراد وفي نفس الوقت توفر وصول جيد للخدمات الصحية المدل اللي عملته إمارة الدبي اليوم عالميا أصبح معترف فيه أنه شيء رائد وقدر يوفر نسبة جيدة من الخدمات الصحية بالتكلفة بسيطة جدا وهذا شيء يمكن التحدي كل الدول في العالم بالنسبة لها التحدي الأكبر ما عرف أخلي شيء جدام يا التيلفون لا شدنا التباهي للاستكر الملون عموما هذا التكلم دكتور يقول أبشرك الحياة طيبة بدون تأمين سواء تجاري أو صحيب الصدر في مجمع الفقه الإسلامي التأمين كله حرام وأكل أموال الناس بالباطل الحمد لله دولة خير في جمعيات خيرية ما تقصر يعني هذا المنطق أنا ما أعلم طبعا أحنا في من فترة ما قبل اعتماد قانون الضمان الصحي من صاحب السمو الحاكم تم دراسة الموضوع من جميع الجهات الرسمية والشرعية كذلك كانت لنا لقاءات مع هيئة العمل الإسلامي بشؤون الإسلامية والعمل الخيري كذلك بالنسبة للأشخاص اللي حابين يطمنون أكثر هناك شركات تكافل في عندنا من ضمن الباقة الأساسية ثلاث شركات تكافل إسلامية كل شركة منها لها بورد شرعي يجيز من ناحية شرعية جميع معاملات شركات التكافل هاي عندنا نور تكافل تكافل الإمارات ودار التكافل بالإضافة إلى شركات التكافل الأخرى الموجودة بالنسبة لجميع فئات المجتمع وبالتالي دائما الحل المطمئن للناس موجود ومتوفر طيب أنا أم مواطن أجنبية على إقامة ولدها المواطن هل يجب عليها التامين هذا أرسل ليهني على الأكاونت بالنسبة لأم الزوجة التي هي أم المواطن في كثير من الحالات لها خاصية الحصول على العلاج في هيئة الصحة أو في وزارة الصحة بشكل مجاني وبالتالي مجرد يسجلون عننا من خلال النظام الإلكتروني بحيث أن نتأكد أنه ما تترتب عليهم غرامات أم نوري صبحكم الله بالخير حتى من المغرب عندنا تحايا بعد كذلك دكتور عموما قلنا دكتور أن اللي بيسجلون اليوم ما عليهم مخالفات شركات التأمين شغالة باتشر وراء باتشر شغالين ما في أونلاين طبعا شغال 24 ساعة ومكاتب الخدمة لجميع شركات التأمين بتكون شغالة باليمعة والسبت وحتى إذا حد يعني هذا يتلاحق عمره إن شاء الله هذه تقول أمنت لبنتي وما استفيد منها لأن تتعالج في مستشفى حكومي والتأمين لا يغطي تتعالج من شو وليش التأمين لا يغطي يعني اليوم إذا تبقى باقة تغطي لها المستشفيات الحكومية تقدر تاخذ لها باقة يعني اليوم الباقة الأساسية هو أكثر خيار اقتصادي متوفر يوفر الأشخاص الحماية في شبكة معينة من العيادات مع التحويل للأخصائي للمستشفى في حالة الحاجة إذا يحب شبكة أعلى منها يتوفر لها العلاج حتى الاختياري في الهيئة تقدر تطلب من شركة التأمين للباقة وتعمل اللي هو يسمونه أبغريد للباقة وتستفيد كذلك من الهيئة ما يمنع صحيح دكتور يعني مسألة أن الواحد يعني القائمات المستشفيات اللي حواليه وايد مسألة مهمة البارحة مثلا يكلموني بالتيلفون إن شاء الله يكلموني بالتيلفون عن هذا الموضوع دكتور موضوع أن شو أحسن شركة نحن نأخذها شو أحسن شركة أنتو أنتو تصحون فيها فهذا الرد اختبست من عندك نعم شوف القائمة وهذه أحسن شركة بالضبط شوف شو اللي يناسبك شو شبكة العيادات اللي أنت مرتاح فيها شو الخدمات اللي أنت تباها تكون مغطاية جميع الباقات الأساسية متوافقة مع القانون يعني من ناحية التغطية القانونية جميع تغطي التغطية القانونية في بعض هتضيف لك مثلا فحوصات الكشف المبكر يعني مثلا وحدة من الشركات عمال التأمين تغطي فحوصات الكشف المبكر في الباقة الأساسية وهذا نشطف جيد من الشركة لأنه حتى بالنسبة لأرخص باقة تغطي لك كل فحوصات الكشف المبكر اللي أنت تحتاج وهذا شيء نحن نشجع عليه ومجدد ذكرنا اسمهم كذلك في شركات كثيرة تعطيك العلاج خارج بكتم حده بس أقاطعتني في مكالمتي تريون على الخط وما بكش معلومة مهمة في شركات تغطي لك العلاج خارج الدولة في بلد الموطن يعني اليوم مثلا شخص من باكستان من الهن من أي دولة تغطي لها بالإضافة إلى الإمارات دولتها أهلا أخوي تفضل أهلا أهلا أخوي أهلا أخوي أهلا أخوي السلام عليكم عليكم السلام تفضل السريع عقنا السؤال دكتور حيدر مانيشي في عندنا الشائق مأمن إلو مأمن لزوجته زوجته ولدات راحت على المشفى بعجمان قالوا له أنه مش نفع على البطاقة اللي تدفع الفلوس قبل ما تدخل دفع الفلوس وخلفته طلعات الحين طلع شهرين عندها عملية المرارة بقولوا التأمين ما بيغطي طي ما أمن لهم هو لدوشته أولاده ولو نفسه دفع العملية العملية الأولى دفعها نعم العملية الأولى دفعها العملية ما دخلوها المشفى قالوا البطاقة هاي مش نفع على بعدها نعم لازم تدفعه قبل ما ندخلها المشفى دفع عشر ثلاث لها مدخل المشفى واضح الاحين عندها مرارة حاضر واضح السؤال خلاص ناخذ المكانة مختانعة السريع دكتور بديمين رد حالو سلام عليكم سلام عليكم سؤالك على السريع لو سمحت إن شاء الله لو سمحت أنا عندي بطاقة عمال التأمين أنا شريك أوكي بس عندهم هم المندوق تبعهم خبرني أنه بس هذه الباقة الوحيدة اللي عندهم علشان مجرد تلافل الغرامات أنا رد تستفيد من التأمين بشكل صحيح بس هم هم سميها الفاميلي تو النتورك تبعهم أوكي صراحة هذه ما تغطي غير عدد محدود جدا من الكلينيك يعني تروح أي كلينيك ما يقبلوك أي خلق طيب أنت تبغي باقي مور أدفانس بتدفع زيادة ما عندك مانع صح؟ أي تمام شكرا شكرا وآسف بس شي ملاحظة والله عندي ثلاث دقائق أبغي يرد عليكم هيئة الصحة يعني كل مؤسسات هي صحة مستشفياتها وهاي ما تقبل هاي البطاعة طيب صحيح 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 ما في مشكلة طيب طيب شكرا لك آخر مكالمة في خمس عشر ثاني سؤالك تفضل لو سمحت أخي العزيز أنا وارد عمر وثمانا وثمانين سنة الله يحفظ دبي والوالدي عمر ثمانين سنة ونطور على تأمين بس مشام موضوع يعني مش عايزين أي مواصفات للتأمين وإن ما نسل خمس تلاف خمس تلاف وخمس مئة ستتلاف أنا كل يوم أسرع البرنامج يسهلوا لحد بإذنها الفين وخمس مئة درهم أنا أريد شركة التأمين بلفين وخمس مئة درهم فقط تجديد الإقامة فلس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة على السريع ما عني وقت أول شيء بالنسبة للأخ اللي علاجة زوجة إذا كان المستشفى اللي راح موجود ضم شبكة مقدمي الخدمات ملزمة شركة التأمين بدفع جيمة الولادة كذلك الباقة ممكن يكون فيها ما يسمى بالريامبرسمت يعني حتى لو راح المستشفى خارج النتورك تقدر تعوض شركة التأمين بالمبلغ اللي يتناسب مع الباقة اللي موجودة عنده بس يتواصل معنا تحت الهواء يعطينا رقمه بخلي فريق الشكاوي يأخذ من المعلومات أي شركة التأمين ما تلتزم بالتزاماتها تجاه المؤمن عليها أنا أدور عليها ندورهم لأنها غرامتهم 20 ألف فهي على كل حالة أنا بغرهم 20 ألف أصلا فهي ندور عليهم لأنه في تارجل السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة للباقات مثل ما ذكر فعلا الباقة الأساسية لا تغطي مثل ما ذكرنا هيئة الصحة بالنسبة للعلاج غير الطارق تغطي هيئة الصحة فقط للعلاج الطارق إذا هو حاب باقة أعلى يبلغهم بالمواصفات الباقة اللي يباها سعرها أعلى يعطون إياها وبالتأكيد هم من مصرحتهم أن يبيعون الباقة أغلى بدل الباقة يقول ما عندهم لا لا موجود عندهم باقات كثيرة نعم موجود عندهم جميع الشركات عندها الباقات الأعلى يغير المندوب لا لا إذا في أي مشكلة كذلك يتواصل معنا من خلال النظام الإلكتروني وإحنا بس مناخد أرقام الموضوع أكيد أما بالنسبة لباقة كبار السن اللي تبدأ من 2500 الجدول موجود على الموقع اللي ذكرت الدكتورة في أول برنامج اللي هو isahd.ae في شركتين عندهم الباقة ب2500 اللي فائد كبار السن اللي هم تكافر الإمارات ونور تكافر بعد شو تبقى عطيتك شكرا لك دكتور وشكرا لك دكتورة تفضلي شكرا لك محمود لا مخرجنا عيسى يقول خلص الوقت خلص الوقت خلني ساكت الليوم خميز لا تعطينا خمز زقائق زيادة عطنا خمز زقائق زيادة الليوم خميز خلني ساكت أوكي شكرا لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي شكرا لك دكتورة ندا شكرا لكم مستمعين واللي متابعين أيضا على حسابات التواصل الاجتماعي إن شاء الله يوم الأحد بتلقاكم دكتورة ندا لمدة أسبوع أنا شوية إجازة إجازة سريعا وراجع إن شاء الله فحتى نلقاكم إن شاء الله ما نطلع لأسبوع القادم نقولكم نهاية أسبوع سعيدة ودمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي